من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني أحبابي في الله نحييكم فتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع أن وإياكم نحيا في حديث الفجر في قناة الفجر ومع الموسم السادس قصة آية يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم صدق الله العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان الله العظيم هذه الآيات التي فيها روعة الجمال لحب الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام يروى كما يقول للمفسرون أن كفار كريش كان لهم أياما يزينون فيها الأسلام ويضعون بيض النعام ويطعون الذهب والحلي على هذه الأسلام يجملونها ويزينوها فعندما يسألون عن ذلك يقولون نحن نفعل ذلك زلفا إلى الله قرب إلى الله حتى ننال حب الله عز وجل وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن لهم أن الله عز وجل لا شريك له وأن الله لا ند له وأن الله عز وجل لا يرد مذن هذه الأمور وهذا حرام في دين الله عز وجل إلا أنهم أصروا وعاندوا وكفروا وأيضا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود يدعوهم إلى الله عز وجل فقالوا يا محمد ماذا تقول نحن أبناء الله وأحباؤه وإذا بالله عز وجل يجيبهم قل فلما يعذبكم الله بذنوبكم ما دمتم أحباب الله وأبناء الله وأحباؤه إذا فلما يعذبكم الله عز وجل لم تنال العيش الضنق في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة أشد وأنكى أيضا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الكتاب من النصارى وقالوا نحن نعبد عيسى فعيسى هو ابن الله وهو الذي يكربنا إلى حب الله عز وجل يا الله يا الله وإذا به يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أليس عيسى هو من خلق الله عز وجل كما خلق آدم قالوا إذا كان كذلك فمن أبوه قال لهم هذا خلق الله خلقه الله آية لكم يا بني إسرائيل حتى تعتبر وتطعض على قدرة الله عز وجل الذي يستطيع أن يولد إنسانا يجعله هو بدون أب وهذا بأمر الله عز وجل واللعزا لا يعجزه شيء أبدا سبحان الله العظيم إلا أن الكفر والعناد ما زال حليفهم من كفار كريش ومن اليهود ومن النصارى وإذا بالآيات تتنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله يا كريش ويا نصارى ويا يهود وغيركم لن تنالوا حب الله ولن تنالوا إلى هذه المكانة إلا باتباعكم لنبيكم ورسولكم محمد عليه الصلاة والسلام يا الله نعم الآن لا يمكن أن يسمح لأي دين طالما إيش ماله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذن من أجل ذلك لابد لأن تعو ذلك جيدا لا أصنامكم ولا ما تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه ولعل ما تكونون على عيسى أنه ابن الله هذا كله لن يفيدكم ولن يوصلكم إلى حب الله طريق حب الله واحدة ألا وهي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يا الله كما قال الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله يا الله ما أجمل التعلق ما أجمل التعلق بالله عز وجل كما قالت رابعة رضي الله عنها وارضاها قال أحب الله لأنه الله فإن الله يحب والله إخواني الكرام لو عرفنا صفات الله وجمال الله وجلال الله لأحببنا الله عز وجل حبا عظيمة لو تيقننا بأسماء الله الحسنة لعشنا تلك الجمال بروعته وإبداعاته نعم الله إلى كل من يحبثون عن الجمال بدور بين واحد حلوة ولا واحد البنات بدور وين واحد حلو شخصي وماشاء الله والله لو تأملنا جمال الله من هو الله تأمل في مخلوقات الله في جمالها فمن أبدع هذا الجمال فكيف يكون جماله كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الله أكبر إذن من يعش للجمال يحيا به عند ذلك لن يحلو له شيء إلا فقط إشماله أن يعيش على أمل أن يلقى وجه الله بجماله وجلاله كما كانت رابعة رضي الله عنها وارضاها التي رفضت الزواج وتقدم لها كثير من الناس رفضت وأبدت وأبدت وكلا كلامها فقط هو بعشق الله وجمال الله وجلال الله سبحانه وتعالى وماتت على ذلك وهي في غاية الشوق للقاء الله عز وجل يا أخوانا الآن الله عز وجل أراد أن يبسط لنا الأمر فقال أيها الصحابة أيها المؤمنون إذا أردتم حب الله ورضا الله ولن تنالوا ذلك إلا باتباعكم لأحب حبيب إلى الله عز وجل ألا وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي فيه الجمال وفيه الروعة وفيه الأدب وفيه الحياة النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل من الشمس في إشراقها وكان أروع من القمر في إطلالاته وفي بدره إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه الصحابة الكرام قال ما رأيت ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى النور في وجهه عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا برؤيته والتنور بأنواره وأن يسقين من يديه شربة لا نضمأ بعدها أبدا وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب الوجوه الناظرة التي إلى الله عز وجل يوم القيامة ناظرة إخواني الكرام تأملوا حينما يحب الله عز وجل عبدا ينادي جبريل يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه ما الطوال أوامر على طول ينقذف حب هذا الرجل في قلب سيدنا جبريل عليه السلام ثم يقول جبريل ينادي في أهل السماء وأهل الأرض قال إن الله قد أحب فلانا فأحبه قال فيجعل له القبول فالأرض يا الله يا الله يا الله يا الله عندما تستشعر أن مولاك جل وعلا يحبك أنه وينظر إليك ويسمع إليك كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أحب الله عبدا قال كنت يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لا أعطينه إذن انظر إلى هذا الحال قال إن الذين قالوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غد فكيف بمن أحب الله وأحب رسوله وعاش بهذا المعنى وعاش بهذه الحياة والله حياته سعادة هو السعيد هو الذي في قلبه الطمأنينة هو الذي في قلبه الفرح يعيش على أمل متيقن بهذا اليقين على أنه سيلاقي الله عز وجل كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أكبر نعمة ينعمها الله عز وجل على أهل الجنة أنه جل جلاله لا إله إلا هو يدعوهم إليه سبحانه وتعالى فتكشف السطر والحجب عن وجه الله الكريم جل جلاله قال ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام والله لا تضامون في رؤية ربكم كما ترون البدر أمامكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب يا رب ما أروع ذلك الأمر حب الله عز وجل فإذا أحبك الله ماذا تريد في هذه الدنيا ليس المهم أن تحب ولكن الأهم أن تحب سأل نفسك هل يحبك الله قبل ذلك اسأل نفسك هل تحب الله هل تحب رسول الله هل تتحدث عن الله هل تعظم الله هل تشتاق إلى الله هل تشتاق إلى كلام الله وقراءة الكرآن والدعاء لله الارتماع على عتبات الله في سجودك البكاء والخشية من الله عز وجل الرجاء والطمع في رضا الله وحب الله عز وجل لنحيا مع الله أخواني الكرام حيات الله حياة نعم الله قال كن مع الله فالله عز وجل ليكن لك كل شيء كما قال الله عز وجل قال أليس الله بكاف عبدا بلى ألا تسمع قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله أخواني الكرام أهل الله أحباء الله عندما تقترب إليهم المنية يناديهم الله يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا الله تخيل أخواني الكرام قال يأتي مناد إلى هذه النفس كأنه بقولنا الآن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ربنا بده إياك يا الله نعم الله يناديها ارجعي إلى الله عودي إلى الله قال ويستقبلها الله عز وجل جل جلاله يا الله راضية قال مرضية راضية بكل معنى الرضا فأعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد الرضا قال ورضوان الله أكبر يحل الله عز وجل عليك رضاءه فلا يسخط عليك أبدا يا الله إذن لنسأل أنفسنا أخواني الكرام نتقرب إلى الله حتى ننال حب الله عز وجل وهناك طرق قصير لحب الله قال رجلاني تحبى في الله نعم وإذن قال وجبت محبتي للمتحبين فيه والمتزاولين فيه والمتبادلين فيه زيارة الأخل لك في الله تنال حب الله عز وجل وجوب حب الله عز وجل إذن إخواني الكرام نحن والله أحوج ما نكون إلى هذه المعاني التي أصبحت في عالم النسيان إلا ما رحم ربه حتى نعيش وإياكم في ظلال آيات الله علينا أن نتدبر تلك الآيات لننعم بما فيها من خير عظيم أسأل الله العلي القدير أن يجعله شهر خير وأن يرزقنا حبه وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا